الانتخابات الأمريكية من هو الرئيس رقم 46 أمريكا حضرتكو حكمها 45 رئيس أول رئيس جورج واشنطن والرئيس الحالي دونالد ترامب جورج واشنطن هو الرئيس الأول لأمريكا ترامب ترتيبه رقم 45 في تاريخ البيت الأبيض رؤساء أمريكا طبعا نجوم كبار جدا كتب كتيرة أفلام وسلسلات وثائقيات عن رؤساء أمريكا اللي هم نجوم السياسة الدولية مش بس الأمريكية رؤساء أمريكا ولا واحد استقال في الـ 45 رئيس إلا رئيس واحد اللي هو نيكسون علشاء خاطر موضوع التجسع للحزب المنافس إذن رئيس واحد استقال من الـ 45 ورئيس واحد رجع مرة تانية بعد فاصل إلى السلطة في أمريكا في 8 رؤساء أمريكان ماتوا أثناء السلطة أربعة وفاة طبيعية أبرزهم فرانكلين روسفيلت وأربعة إغتيال أبرزهم الرئيس جون كينيدي مين هو بقى الرئيس رقم 46 في أمريكا في كلام على ناس كتير جدا كتاب نار وغضب لستيف بانون لما طلع قال إن إيفانكا ترامب بتفكر تترشح لرئاسة أمريكا في المستقبل سين إن قالت إن إيفانكا ترامب بتفكر في ده في المستقبل ممكن يكون 2024 أو 2028 البعض بيقول إن منضوبة أمريكا في الأمم المتحدة عندها طموحات رئاسية إلا إنها قالت إن آخر طموحة كان وزيرة خارجية وإنها لا تطمح للرئاسة الأمريكية بعض الصحف الأمريكية قالت يا ترى مين الناس اللي ممكن يكونوا مطروحين يبقوا حد فيهم الرئيس رقم 46 بعد الرئيس رقم 45 دونالد ترامب عندنا أولا العائلات السياسية أمريكا فيها درجة بد من الإقطاع السياسي والعائلة السياسية مثلا عائلة جورج بوش طلعت رئيسين حتى الآن الرئيس بوش الأب والرئيس بوش الأب وفيه حاكم ولاية جيب بوش وفيه كلام على جورج بوش الثالث الحفيد ممكن يكون رئيس أمريكي في المستقبل قال كلينتون الرئيس بيل كلينتون والسيدة الأولى اللي كانت أمريكا زيادة خارجية ومرشحة رئاسية هيلاري كلينتون كان عندها طموح تكون موجودة في رئاسة أمريكا قال أوباما السيدة ميشيل أوباما فيه كلام قوي جدا إنها ممكن تدخل انتخابات الرئاسية اللي جاية جيبا الانتخابات اللي فاتت كانت فهيلاري كلينتون والانتخابات القادمة هتكون فيها ميشيل أوباما محتمل إنها تكون مرشحة للرئاسة الأمريكية أمريكا حضرتكو فيها ما أسميته في كتابي الجديد الهندسة السياسية يعني فيه بالدرجة عالية من الضبط السياسي للخريطة السياسية في أمريكا يعني اتنين مرشحين عن حزبين فقط ما فيش مرشح تالت لازم يا جمهوري يا ديمقراطي يعني تقريبا جناحين لحزب واحد أو جناحين في طيار واحد لكن أمريكا ما فيهاش حس المغامرة السياسية ولا بتفتح الباب لاحتمالات منفلتة خارج الإيديولوجيا فأمن إيديولوجي عشان كده اتنين بس اللي يدخلوا السباق الرئاسي مش عشر اتناشة مرشح ولا ثلاثين مرشح اتنين فقط بدخلوا أي انتخابات رئاسية أمريكية يا ترى مين الأسماء اللي الإعلام الأمريكي برشحهم يكونوا مرشحين رئاسة في 2020 أو بعد ذلك زي ما قلت لحداتكم عائلات بوش وكلينتون وأوباما فيه كلام عن ميشيل أوباما أيضا فيه نواب رئيس فيه نائب رئيس سابق زي ألجور ونائب رئيس سابق زي جون بايدن اللي اتنين محتمل يدخلوا انتخابات الرئاسة فيه كلام على رجال أعمال حوله قبل كده زي ملياردير جورج سورس فيه كلام عن صاحب سلسلة ستارباكس موجن صاحب ستارباكس يدخل الانتخابات وقال أنه كان بفكر يدخل انتخابات 2016 وقت ترامب البعض يقول حكام ولايات كاليفورنيا منسوتا ولاية نيويورك الحكام دول بيفكروا يدخل الانتخابات القادمة 2020 البعض بيقول مارك زوكربيرج اللي هو صاحب الفيسبوك وهو قال أنه بيلف في كل أمريكا وأنه هيزور الخمسين ولاية وأنه ممكن ده يكون مقدمة لترشحه للرئاسة الأمريكية فيه مجوم سياسة حزبيين زي بيرني ساندز اللي تشهر قبل كده فيه الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية فيه اسم قديم شوالك المعروف هورد دين اللي هو كان حاكم ولاية فيرمونت ومعروف جدا في السياسة الأمريكية فيه نجمة كبيرة جدا في الإعلام وهي أيضا دلوقتي نجمة في السياسة وممكن تكون هي الرئيسة القادمة لأمريكا ونتكلم على أوبرا وينفري الإعلامية الشهيرة يبقى فيه كلام على أوبرا وينفري فيه كلام على ميشيل أوباما فيه كلام على طموحات قدام لإيفانكا ترامب فيه كلام على منذوبة أمريكا في الأمم المتحدة دول السيدات اللي فيه كلام إن قد يكون لهم مستقبل رئاسي فيه اتنين كانوا نائب رئيس فيه كتير سيناتورز كانوا موجودين في مجلس الشيوخ الأمريكي فيه حكام ولايات فيه رجال أعمال الكل يتطلع إلى المنصب الأمريكي الكبير السؤال من سيحكم واشنطن؟ من هو الرئيس رقم 46 في البيت الأبيض؟ البعض يتحدث عن كثيرين ومن بين الأسماء النجمة الإعلامية أوبرا وينفري ترجمة نانسي قنقر